شكرا 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 ووجد جالسا في نشوة روحية بالخ عبر عنها بقوله فيما بعد قائلا أنا مبهوت للغاية لقد فقدت الإحساس بالزمان والمكان من روعة ما سمعته من ألحان وقد أبدأ عجبه عجبه مش عجبه قائلا أما عجبي بالأكثر فهو كيف يمكنكم أن ترددوا هذه الألحان الطويلة بدون نوطة موسيقية في أيديكم لم أرى مثل ذلك في أي كنيسة أخرى وطبعا أصدقى أي كنيسة غير إبطية فالراهب ده جي لقى حاجة مختلفة عن كل اللي كان بيعصره قبل كده وهو طبعا متخصص في الموسيقى فيقدر يدوء الموسيقى يعني بطريقة مختلفة هو ده اسبوع البسخة بتاعنا طب الترنيمة الجميلة اللي احنا قلناها النهاردة دي أو الترنيمة اللي قلناها أعتقد أقدامهم ممكن يكون بقالوا 50 سنة مثلا مجهود رائع طب البسخة اللي احنا بنحضرها النهاردة بالشكل بتاعها ده بقالها قد إيه تفتكروا افتحوا نقول نعم بالشكل ده مش دو ثوزانيوس عشان نبقى فيه بقالها سبعمية دخل على ألف بالشكل ده يعني الشكل المستقر ده اتغيرت فيها حاجات بسيطة جدا يعني لكن الشكل اللي احنا بنقوله ده بقالهم من سنة ألف متين وحاجة بيعمله اللي احنا بنعمله بالزبط مع بعض الاختلافات يعني من أيام البابا اللي اسمه بابا غبريال ابن تورايك وهو وبعده زبط شوية حاجات الأنبى بوتروس أسكو في البهنس طيب الطقس الأصل لتقسيم الساعات كان عامل ازاي تعالوا كنشوف باختصار يعني الأصل إن الساعات البسخة في اللي يام العادية اللي هو واتنين ثلاثة أربعة خميس جمعة أو خميس كانت بتتصلى زي الجمعة كنا كانوا بي أجازة بروحوش في حتة ويصلوا الساعة بساعتها زي ما احنا بنعمل يوم الجمعة العظيمة الساعة الأولى في الأولى الساعة الثالثة في الثالثة الساعة مثلا الساعة من ليلة الأسنين يصلوها ميدنات ساعة الثالثة الآن تجمعت ساعة الصبح وساعة بالليل سنقولها مجمعة حسنا سنعدي كده سريعا لكي لا نؤخرك على ترتيب الصلاة طبعا سنعرفون معظم الكلام بس نأخذ حتة صغيرة ببنبتدي الصلاة بايه؟ صلاة البسخة العادية لو جينا مثلا يوم الاتنين بالليل سنصلي الكنيسة لكي نصلي صلاة البسخة بالليل ببنبتدي بايه؟ ببنبتدي بايه؟ النبوات تمام نبتدي فصل من العهد القديم غالبا بيكون من الفصول الأنبياء لكي سميناهم إجمالا النبوات لكن يمكن أن يكون من الفصول الثانية غير النبوات مثل أيوب مثلا بعد النبوات هناك شيء في النص كده ساعات لا تبقى موجودة كثيرا في ساعة واحدة بالليل ساعة واحدة الصبح لا بيبقى في عيزة هي مرة واحدة في الصبح ومرة واحدة بالليل لكي نعدي عليها بعد العيزة يبقى في إيه؟ سوق تتيجو كم مرة؟ 12 مرة بعد كده نقف نلحن آية أو آيتين من المزامير بعد المزامير نقول قبل الإنجيل فيه؟ مقدمة الإنجيل ساعة نقولها دمج وساعة نقولها باللحن وبعد كده الإنجيل بيسموه لحن التجنيز وبعد كده نقول إيه؟ الطرح يا سلام تمام والطرح ليه مقدمة وليه ختم وفي الآخر بنقول الطلبة طيب تعا نعدي كده عليهم بسرعة يعني وطبعا في الآخر فيه البركة الختمية النبوات بطرس الرسول بيقول إيه؟ وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت هي أدقه أصحه مظبوطة وتنفذي التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها كما إلى سراج المنير في موضع مظلم إلى أن ينفجر النهار وهو ده اللي احنا بنعمله في إسبوع البسخة نصلي النبوات إلى أن ينفجر النهار إمتى؟ في حد القيامة ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم عالمين هذا أولا أن كل النبوة الكتاب ليس من تفسير خاص لأنه لم تأتي النبوة قط بمشيئة إنسان بل تكلم أناس الله أناس الله الآب ماسوقين من الروح الكدس حد ياخد باله آخر جملة بنختم بيها النبوات إيه؟ وقال أشعياء أخوذة العزراء تحمل وثالث ابنه وانا اسمه عمانوي خلص القارئ يقول إيه؟ مجد يعني جملة راندم كده في وسط ليس علاقة قوي بالنبوات يعني لكن الكنيسة عايزة تقول لنا إنه العمل الخلاصي حصل إزاي؟ الجملة بالضبط مجدا للثالوس القدوس إله هنا إلى أبد الأبات كلها أمين وكينسة عايزة تقول لنا إن كل اللي عمله المسيح كان عمله القاب بابنه في الروح الكدس فدايما بنمجد الثالوس الكدوس وفتكروا دايما إن إحنا البسخة دي كلها هي استبدال للقداس وإحنا فاكرين قلنا قبل كده من القداس بنعمل فيه بنمجد ربنا وبنشكور فدايما هنلاقي فيه التمجيد ده في أحد الصلوات بنقول لأن الآب اختارك ونروح الكدس ظلالك والابن التنازل وتجسد منك لذلك بنقول مجدا للثالوس القدوس النبوات بتيجي من 22 سفر من ضمنهم أجزاء من الأصفار القانونية الثانية هتلاقي يا شوا بن صراخ ونلاقي الحكمة وهنلاقي يا شوا بن صراخ والحكمة وفيه سفر ثالث وأعتقدوا فيه شيء من تتم الدنيال كمان في النبوات طيب ايه اكتر سفر مستخدم؟ ده سهل قوي اللي بنسمي النبي ايه؟ هالانجي بالزبط سفر عاشعية واكتر سفر بتستخدم منه أجزاء من النبوات طيب العيزة بيكون فيها عيزة الصبح وعيزة في الصلوات بالليل العيزات أول ما تحطت عيزات كان فيه 23 عيزة بعد كده فيه فترة نزلت ل11 وحاليا نحن عندنا 16 عيزة بتيجي من مين؟ عيزات من مين؟ من أباء مين؟ أباء كبار في الكنيسة من يأخذ باله كده؟ أمباشنودة طبعاً ده أكتر حاجة عشان اللي حطوا العيزات كانوا مندر الأمباشنودة واخد متواصلين به مين تاني؟ أمباشنودة طبعاً أمباشنودة طبعاً أمباشنودة طبعاً دي تسباحة البصخة وتسباحة البصخة هي خدمة افتكرو تاني أننا دي مكان القديس فهي خدمة إفخارستية وخدمة تمجيد زكسولوجية وتمجيد وشكر إفخارستية وتمجيد ده سكتتيجوم على النوتة لو شايفين نعرفش ممكن يكون الصورة صغيرة شوية بس هو لحن من الدرجة البسيطة خالص يعني النوتة دي فيها فيها اتناشر حتة ما بين سطور وما بين مسافات مش اتناشر؟ فعلا؟ سبعة أو خمسة فهي بتاخد حيز أربعة نصها الأولين كله في حتتين يعني شايفين واحد، اتنين، ثلاث، اربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، عشرة، حداشر؟ الحداشر دول كلهم حاجة واحدة يعني ثوك، تاتي، جوم، كل دول حاجة واحدة فالكنيسة قصدة كده يمكن لما تغيرت للإنجليزي والعربي المدى وسع شوية لكن الكنيسة قصدة انه لحن سوك تاتي جوم احنا ما بنامش أي حاجة تانية مركزين فخلي اللحن ده بسيط علشان نقدر نركز في الصدق فهو اللحن كله ماشي في الآخر يعلى درجة وبعد كده يعلى درجة وينزل تانية ماذا يحدث؟ بعد القلبة، هناك المزمور والمزمور اسم نسميه المزمور الإدريبي وينزل تانية مزمورة؟ هل تعرفون أن الصعيدة يقولوا على ساعات التهدال فيقولوا درجة دادي جوم ليس دادي ففعلاً يقولوا ومرتين صح؟ في خمس ساعة صبح وخمس ساعة بالليل يعني عشرين مرة في اليوم في خمس ايام بمية بنقولوا مية مرة في الأسبوع اللح اللحن الإدريبي اللي هو كي بيرتو ده ورغم كده متالي ما عندناش مشاكل نسمعه من الألحان اللي نقدر ان احنا نسمعه ونتأمل ونقرأ حاجة ونركز في آيكونة الصلابوت المزمور جاية من سفر المزمور بخمس أقسام بتاعته متاخدة المزمير من أربعين مزمور وخلي بالكم ان احنا بعد آخر يوم الجمعة العظيمة بنقرأ سفر المزمير كله مش احنا في الآخر خالص ابونا هو بيعمل الدفنة بنبتدي مزمور واحد اتنين تلاتة ونقف مفروض نحنش بروح بعد كده بنكمل بقى لغاية نقول آخر مزمور امتى المية واحد وخمسين بنبتدي به ابو غلام سيس فكل سفر المزمير بيتقاري في يوم الجمعة لحن مقدمة الإنجيل اقول لكم بس في حاجة صغيرة بعد الدفنة بنقول الأول والتاني وجزء من التالت أنا اتضجعت وانمت ونقف نخرج بقى كلنا بره كله بيخرج بره خلاص بقى وبعد كده نكمل الشعر احنا احنا ارجعوا للأصل انه مفيش مفيش طاقفة ضخمة سمع شمامسة فيه ابونا وفيه شماز بيساعده وفيه شعب فالمفروض ان اي حاجة بتتعمل الشعب كله بيعمله بيكمله بيكمله سفر المزمير كله واخر مزمور يخلصوه هو المزمور المية واحد وخمسين اللي هو مقدمة ابو غلام سيس لحن مقدمة الانجيل ترجمته بالحرف كده ايه؟ من اجل ان نكون مستحقين والمفروض ان دي اللي كانت المقدمة للشماز بيقولها اللي استودالة ديوقتي بقى اللهم ترافعين من اجل ان نكون مستحقين لسماع الانجيل المقدس نتوسل لربنا وإلهنا لنزغي بحكمة مستقيمين للانجيل المقدس دي المقدمة الرائعة للانجيل اللي هي لحن كيه ابرتو في نهاية الانجيل الختام بتاع الاسبوع البسخة اللي هو لغاية دلوقتي الختام السنوي في الكنيسة اليونانية هو اسجود للانجيل المقدس بعد الانجيل فيه الطرح والطرح كان في اصله برضو بيتقلب اللحن عارفين اللحن بتاع خينفران انت اي 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 ا هتلاقي كده خارجة شوية عن النص في حتة معينة انها يعني بتشد على اليهود شوية وعلى يهوزة شويتين وده طبعا برا تقس الكنيسة الاصلي احد الاسباب اللي الدسكولية قالتها ان احنا نحتفل بالعيد في الاسبوع اللي يالي الفصح ان يكونوا اليهود بيحتفلوا بالفصح بتاعهم اللي هو بيمثل المسيح واحنا بنصليلهم ان هم يعرفوا المسيح الحقيقي ده الدسكولية هي اللي قالت كده نكون صائمين مصلين من اجلهم في يوم عيدهم حتى يعرفوا طريق خلاصه ويعودون الى المسيح الذي جاء من صلبه فده احد الاسباب اللي خليت فلو فلاقيتوا حاجة كده في الطرحات هي مش حاجة اصيلة يعني في طقس او روح ابقاء الكنيسة الطرح زي ما قلت لكم بيتقال باللح مع كده بقى بيتقال دمجا يعني بالكلام ختام الطرح اللي احنا بنقوله المسيح مخلصنا جاء وتقلم عنا لكي بقى لام يخلصنا النص التاني بتاعه ريسنتلي اتغير اتاخد من جملة في احد ترحات يوم لاثنين بس الاصل بتاعه هو اللي لسه بنقوله بالقبط فلنمجده ونرفع اسمه بما انه جاء لأيوخي خلصنا فنقول ايه فلنمجده وهتلو الغداتي بعد الكتب ونرفع اسمه لانه صنع معنى كعظيم رحمته هو خلصنا واحنا نمجده وهو خلي بالك هو نمجده ونرفع اسمه لانه صنع معنى صنع معنى كعظيم رحمته لانه صنع حاجات كثيرة غير الرحمة صنع خلاص ودنا ان احنا نبقى ابناء ووارسين ومقدسين فصنع معنى حاجات كثيرة اخر حاجة هي الطلبة وكلمة الطلبة هي الاواشي هي طوب حط يسموها في بعض الاماكن هي طوب يعني او ابروسات طيب الاواشي دي كانت اساسها زي ما بنعمل الصبح في بسخة الصباحية اواشي مع ركوعة فكان قابل الاواشي في الصبح بنعمل ايه؟ بنصلي ايه؟ قابل الاواشي على طول اكلنوا منتغناط طبعا كان قول الاواشي فالاواشي في اصلها طلبات واحنا ركعين فبعد كده لم معادة الساعتين اللي كانوا بيوفطرين فيها بيفطروا وقت الغروب فالساعة الاولى والتالتة تبقى مش طايمين فما كانوش يصلوا فيها اواشي تيجي لساعة الستة في نص الليل تبقى يرجعوا يصلوا الاواشي بركوعتين ومؤخرا لما تجمعت بقنا نصلي الاواشي بتاعة الصبح بركوع والاواشي بتاعة بالليل من غير ركوع ولانها من غير ركوع استبدلنا الطلبة بتاعة الصباح بطلبة تانية بتاعة المساء فطلبة المساء هي احدث شوية من طلبة الصمح الجمال بقى في طلبة الصباح في تيكرو تاني دي رابع خمس مرة نقولها ان احنا بنستبدل القداس بصلوات البصغة فالطلبة بتاعة الصبح هتلاقوا فيها ايه بقى اتنين وعشرين اوشية لان كلها ابونا بيقولوا ايه صلوا واطلبوا وبعد كده بيقول طلبة وتنتهي ويغفر لنا خطيانة حواريكو بس ثلاث اوشي ونبقى كده خلصنا او ثلاث طلبات من اللي ابونا بيقولها دي ايه الشميس بيقول اطلبوا لكال مسيح لهنا يعطينا رحمة ورقفة امام السلاطين الاعزاء ويعطف كلوب على هم علينا بالصلاح في كل حين ويغفرنا خطيان فاكرين دي دي مرض وشية الرؤساء في الاوداس الكيرولوسي ماشي طب دي اطلبوا عن طمأنينة هذا الموضع المقدس وكل موضع وكل دير اللي ابقنا الارثوزوكسين والبراري والشيوخ السكان فيها وطمأنينة العالم لكي يحفظوا بالمسيح ويغفرنا خطيان دي طلبة برضو وشية الموضع في الاوداس الكيرولوسي وفي واحدة تالتة هي اطلبوا عن كل الذين اوصونا ان نذكرهم في سؤالتنا وطلبتنا لكل احد باسمه لكي المسيح الهنا يذكرهم بالخير ويغفرنا خطيان فالقواشي دي هي استبدال للقواشي اللي بنقولها كل يوم كنا في الاوداس الكيرولوسي او او فعشان احنا السلة بتاعة الباسخة دي تعويضا عن عدم صلاتنا للقواشي في الارثوزوكسين وفي اربع تيام دول فبتكون كلها مجمعة منه فهتلاقي الاوداسي بتاعة الصبح متركزة في الموضوع ده ياريت لو نقدر نحضر حاجة الصبح السندي لأسف ما فيش اجهزات خالص فلو نقدر نحضر اي باسخة الصبح هتكون جميلة جدا ممتعة ليها طعم كده مختلف عن الباسخات بتاعت بالليل وكل سنة وانتو طيبين وصلواتكم شكرا